سلام عليكم تلميدي الآيزاء مرحبا بكم في فيديو جديد اذا ان شاء الله في هذا الفيديو هدا قاعدين حاولوا نشوفوا نموذج اخر ما الفرد الاول الدورة الثانية صراحة تركين مجموعة من نماديج ديل هذا الامتيحان هذا اللي ممكن انكم تلقوهم بسهولة في البلاي ليست ديال يعني ما لكم الا تدخلوا لهذه البلاي ليست دي رفو غادي تلقاوا مجموعة من وكذلك تصحيح ذي الفرد الاول الهدف اللي نتسلسي له هدا هو اننا نعاون التلاميذ اللي باقين مدوزوش الامتيحة الاول آآ نظر عن الاضرابات وما الى ذلك اذا صراحة نرجمات لكم واحد مجموعة من التمارين في هذا اللي صراحة غتغطي لنا واحد نسبة كبيرة من المسائيل عدناها في الدرس الأول والتي خاصة للمسائيلة وليست الانيمان العالية الانيمن والديسجن والأبسابش الانتباه معي Twر ايكزرسيس الأول ايكزرسيس ي mercديمات الانتباه وليست دبلغة ايه كاك SHAKP نعاون نحاول نجفع وكم هودع او اخطاء مع كل اخروج مجموعة extرعة الانتباه الانتباه لائما الانتباهي جدار المعاوي الى الدم طبعا هذه المسألة صحيحة نعرف ان ضائرة الامتساس تمثل في مدى تمثل في مرود المواد التي تلقيت الى الدم وذلك عبر الجدار المعاوي جيد الانتسينال الانتسينال يمكن ان تغيير الانتسينال نعرف ان الانتسينال لا يوجد علاقة تبادل الغازية ويجعل علاقة بالامتساس نحن لا تدخل في شيء هناك تبادل علاقة بالرسبراسية ثالثة الكارنسي الانتسينال وانا انتكلم الانتسينال الاكارنسي الانتسينال نحن نتكلم الان مجموع من الأرض المساعدة صحيح الكارنسي الانتسينال أو الفاقة الغذائية تتمتل في ماذا؟ تتمتل في نقص في غذاء أو لا أكثر La ration alimentaire est l'ensemble des aliments consommés en une journée c'est-à-dire 24 heures par un individu pour couvrir ses besoins en matière et en énergie لذلك سيدي أن la ration alimentaire أو الكلة الغذائية يمجموعة من الأرض التي يتم استهلاكها خلالة يومين أو 24 ساعة من طرف واحد شخص بشيم كله يغطي الحاجيات ديالو طاقية صحيحة 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 هذا هو التعريف للغذاء الأليمنتر هنا ستتكلمون على واحد الكارنس اسمي الكواشوركور والتي نعرفها جميعا قال الكاسيدي رأسي تون كاروس أم بخوتيد حتى هي صحيحة إذا أردت أن ترى الكارنس ستلقى ما بين هذه الكارنس والكواشوركور والسبب له هو نقص فيه بخوتيد وبالتالي تهدي صحيحة نحن سألنا التمرين الأول ندوزل التمرين الثاني رليه بخلص كل أليمنتر مع الرياكتيف نحن سألنا كل غذاء بسيط مع الكاشف أو المتفاعل المستعمل هذا التمرين الأدف هو يخص الجزء ديال الميزة en évidence إلى الأقل جمعية في الترس نرى واحد الجزء الذي كان الهدف منه هو أننا نكشفه عن وجود بعض الأغذية البسيطة في الأغذية المتناولة ونستعمل هذه الأعمال فنستعمل واحد المجموعة من الكواشف هذا فعلا؟ بالنسبة للمسالة الكالسيون نحن نقوم بالكاشف جمعية نحن نتخلق جمعية نحن نقوم بالنسبة للمسالة الكالسيون في الأغذية المتفاعلين نحن نتخلق جمعية جمعية أحد الأغذية من الغذاء كنعرفوا انه بشي ممكن ان نكشف على العميدان فراك نستعملو لو ايودي بيان وبنسبة لي بخوتية اصلا نقال لنا اقتراح واحد هو الاسيد النيتريك صافي توكي ما قد لكم التمرين هذا راها غي ممكننا من مراجعات المسألة دي اللاميزة عن نيفيدانس لي كتطلب مننا اننا نكونوا عارفين شونا هو لغية اكتف او الكاشف المستعمل للكشف عن كل غذاء بسيط ممتاز ايضا احسن نقدم معكم حد من العامل اي او لدي الاناليزة أصبح مهم جدا او يتيج جد كطعت بزاف حولي تبو معي الله يرده لكم اهنا الي بحطو معنا عاتنا واحد لغرامك اذا اعتقدنا من البيان لنقراه لنصي افن دمتر انه بجانس بنجل دي leather ديزيزة ديالفي امان اتمنى من النار نقاشف عن ما يحصل لي أول سؤال سأخبر اقرار على ترسية السمع وأخبر الوصف المبياني وست سأخبركم كيف نصحف العنوان عن ترسية تصميمتكم مع كل الرسم المبيانية سأعبرنا على التغيير هنا عندي تغير تركيز والبوليبابتيد والأسيد عاميلي وبدلالة الزمن ، يبقى يوجد ، ، ، بالعمل ، ، على إستثمانات الأماكن المقفل ، ، يعني أنه يغير طريقي ، ، ، ، وتستطيع التغيير مع الزمن أو أداء الأسدي. يوجد الكثير من أفضل البقاء ، ، فعندما تذكر هذه الأموال ، ، يمكنك بعض الأجاتب أخرى ، ، فتحفظ على نفس العنوان ، سوف تغير فقط هذا الانصر هذا ، بالطبع ، بالطبع نسيب الثانيين من ثلاثة سيكون على المثال الثلاثة ويجعل المثال في الهجاب هنا نحن نحن على حالات الهجاب أتمنى أنه يُبقى تاركيز في الاصد المنصر في الوصف في T0 في T1 في T5 نحن نبدأ المنصر سوف نرغز إزاز الامين يدعونes في حالة أر Pack 1 2 و80 م orchestra هذا في رئيس يقدم 0.5 gentlemen يbang reminded 0.5 انت تتربى إنساء الأمين خد كانت إزاز 1 ج both ندوزوا سيدي دبالي polypeptides ألوان تزيرو للي polypeptides حالك أنو 1 g par litre ألان تزيرو رغده بي 0,5 g par litre ألان تزيرو ألان تزيرو ألان تزيرو للي polypeptides ألان تزيرو ألان تزيرو سفر ألان تحديد تشاركيز دل كل من لساسي دامين ولي polypeptides في تزيرو أو تزيرو أو تزيرو بيا كشنسوmate ديكريعstawي للي voluntع sugar منتزيرو دل jealous دmani منتزيرو في ألان تزيرو ناس فضل ج ihm تزيرو تفرقي 70 أو للي تزيرو دانك حسنو دعونا ce سوف فيت pada واخци LEE ماء از Architect Alинов kafama و إلي ماء تشفر น Compć السي leftover نحن نكون إلي إلي الإن هشفر في كل ماء يعلني الإعجاب دولة الأفضل وإهلا الإعجاب إلي الإن المائية أو الإست Randالknow يمكن أن تفصير لنا هذا التطور أو التغيير هذا بكل بساطة عندما تفصيره بنافس هذه الطريقة تفصير هذا التغيير هذا أو التطور يمكن أن تفصيره بتحول التطور أو التطور نجه pearlways Najoo ليسبسبوا هذه السياسة ليس جوة رغم obsession إذا كان كم تفصير Cet évolution est expliqué par la transformation des polypeptides en acides amines. يمكننا تفسيره بي تحول ال polypeptides إلى أحمد aminية أو إلى أسيد amine. 5. إخيفة la réaction de cette transformation. المطلوب من الأن يمكننا تفاول الهد تحول هذا. هناك أحد تحول من ال polypeptides والأسيد amine يمكننا أن نحب برعلي ر accomplish يمكننا أن نحب برعلي في إخيفة يمكننا أن تتحول الأنديم perchéهاpción تحول مرّ تحول الأنديم yang يبرنا إخيفة إلى الأنديم إن حصلنا إلى الني submersion يؤكي على الأنديم هو احتراب من هذه الم�ضرة 6. ثم كال يحوا الوضيق الأنديم وكذلك المطلوب منك سيدتي تحدد ما سيقع على هذا الازاسي داميني أيها سيدتي اللي بولي بيبتت تهدمون وعطونا الازاسي داميني سيتخبيا وهذا الازاسي داميني ما سيكون في الانتستان غريل؟ لا تعرض له واحد ظاهرة اللي تكلمنا إليتي في الدرس واللي هي ماذا؟ الامتصاص تدريخ الابسوربشون واللي مطلوب منك في شقة ثانية من السؤال تحدد شكون هم البنيات المسؤولة لهذا الامتصاص هذا ثم كتعرفوا أن الانتستان غريلش فيه في سقونا باللي فيلوزيتي انتستينال وهم اللي يكونوا مسؤولين على الابسوربشون وبالتالي كتجاوهب الازاسي داميني سوف نسبير الابسوربشون ممكن لاش غيتعرضوا هاد الازاسي داميني شنه هو لو ديفيني غريلهم شنه غيوقع لهم فهوما غديتعرضوا الامتصاص ومن طرف منه بغلي فيلوزيتي انتستينال وهكا كتكون جاوبتي على شقين بجوج من السؤال السادس لأن السؤال السادس في جوج ديال اسئلة مطلوب منك ايضا شكونا هي البنية المسؤولة دكشي على شو وضعته لكم بنوع من مغاير باش نبيه لكم اني جاوبت على شقين من السؤال السادس في جملتين واحدة صافي؟ هناكي مشتو صراحة ثلاثة التميرنات ما فيهمش بزاف ولكن جامعين تقريبا كل ما يخص الدرس الاول واللي الاسم ديالو طبيعي الحال لازاليمان، لديجيستون، لابسوربشون وحتى الكارنس اليمانتر صافي؟ لذلك، لديكم هذا الصغير لما تحتلوا الفرصة انه يشوف الصغير الاخرين فيحاول يشوفهم لانه فيهم تمارين مهمة جدا وكن اكيد ان را غادي تحلك شي حاجة منهم، انا كان واعدك هتوشي الامتحان وغا تلقى شي حاجة لما زالما شافهم يدخل لابلاي لست ديالا ديجيستون صافي؟ يا الله، كانت من لكم حد موفق، الله يسهل على الجميع، والله فيديو بخشان موسيقى